اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان طبعا لكن خلينا اقول لكم حاجة لطيفة جدا يقول لك ايه دراسة اثبتت ان اصحاب السنان اللي مش حلوة اقل فرصة في التعارف عملوا تجربة جميلة جدا مهندسة مودارين بيرد ومدير التسويق بتاعة البروجيكت ده اسمها إليزابيس هالي دول شباب واحد خمسة وتلاتين هو خمسة وتلاتين وهي تلاتين عملوا تجربة لطيفة عملوا حسابين على الفيسبوك واحد منهم بصورة بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه بس لو انه خلال اسمها واحد اللي ابتسامة الحلوة جابت لهم 1500 رسالة لحسابتهم الحسابات التانية او الحساب التاني اللي فيه ابتسامة اللي مش حلوة جافي 240 من 1500 ل 240 انتو متخيلين؟ طبعا برونوس برونوس سالفا ده 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 دكتور سنان يعني في بريطانيا قال انه شكل الاسنان مهم جدا منذ القدم حوار مسير للغاية عن الزراع وخصوصا انه فيه اخطاء كبيرة جدا في عالم الزراع الآن بتقال بما اننا في الفترة دي بنصوق بالاخطاء فانا قلت طبعا لازم نذهب الى مالك في المدينة ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز السيد دكتور نور الدين مصطفى فارق جبر كده بين تجميل الاسنان وتشويخ الاسنان تجميل الاسنان بالذات اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل الاسنان الدكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الأدوات والفيزين اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصب ده اجراء مهم جدا ده حاجة في وشه احنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور أهلا بيك ومنورد وحشني وحشني جدا جدا انا عايزة بتأحوار اول عن زراعة الاسنان انا حاسس انه فيه تخريف بتتقال انا حاسس انه فيه غلطات جبارة بس الاول يعني نمسك كده زراعة الاسنان بالراحة ونشوف وصلت لإيه وكلني على التخريف اللي بتسمعها دي تمام الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعة اسنان احنا السنة اللي ربنا خليها عبارة عن جدر جوه العظم الفك وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراف يبقى اذا لما هجعمل زراعة اسنان وهعوض سنة مفقودة او هفقدها يبقى هعوضها بنفس الطريقة فالزرعة هي عبارة عن اجزاء جزء الاول بتحط جوه العظم تمام خنشوف هنا قد الجزء التايتينيام ده ده بتحط جوه العظم وبعدين الاباطمنت او الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون او الجزء اللي بنشوفه فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزمة او الشكل بتاع السنة الطبعية فالناس بقى متخيلة بس الزرعة دي لان لسه استيل لغاية النهاردة في ناس مش فاهمة او مش عارفة يعني ايه الزرعة في ناس لغاية النهاردة فاكر ان الزرعة دي حاجة بنحطها وبتنبت يعني في ناس متخيلة ما هو ما هو لسه محد يعني برضو الزرعة برغم انها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا ده كترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة بتعمل نتائج هيلة جدا بس استيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحطه جوه العظم وبعد الوقت اللازم سواء قررنا انه هو يتعمل له اه اميديات لود او ديلي لود اللي هو بعد الفترة اللازمة ان العظم بيمسك في الزرعة لازم الناس تفهم نواصل اكتشاف جيد ازاي في عالم في الخمسينات اكتشف ان مادة اسمها تايتينيا لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه تمام؟ وبتاخد وقت معين لغاية ما حصل حاجة اسمها اوسيو انتجريشن او عملية التعظم ان يحصل تعظم كامل بين الزرعة وبين العظم ده والفترة دي هي اللي احنا بنستنى عشان برضو دي معلومة احنا عندنا تلات حاجات فيه ان انا اخلع واستنى ما العظم يبقى مؤهل للزراعة وفيه ان انا اخلع وازرع ده اسمه immediate implant ان انا بخلع وازرع وفيه immediate load ان انا بخلع وبزرع وبركب ففيه تلات حاجات فيه شروط لكل حالة فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هزرع واخلع وازرع وركب النهاردة مش انت اللي تقول الاشاعة اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها ياللي بتقرر احنا هنعملك ايه وانسب بالنسبة لك ده بالنسبة للزراعة عشان استوعبت بس فكرة الزراعة والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي الزراعة بارها عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي طيب برضو هل هكون واقعي لما اقول لك لما واحد يوقع سنة الافضل لون يعمل زراعة ولا يعمل تركيبة كبري بريدج بالسنة لانه حكاة دي يعني انا اعتقد انه كتير من الناس بتتوتر فيه تمام هو طبعا انا يعني مش ضد التركيبات السبتة لانه هي حل ستاندرد موجود طول الوقت لكن خليني اتفق على كذا اتفق اول حاجة حاجة فقط السنة ليه لانك ما قدرتش تحفظ عليه طيب لما تخلع سنة انت ما قدرتش تحفظ على سنة واحدة هتعمل مكانها تركيبة سبتة يعني هتحضر سنة قبل السنة المخلوعة وسنة بعد السنة المخلوعة وهتركب كبري تمام الكبري اصلا طريق التنظيف اصعب من السنة الطبعية فانت قريدي مقدرتش تحفظ على سنة هتقدر تحفظ على كبري فده الاول كونس تانية حاجة انا التحضير ده عشان اعمل تركيبة سبتة لازم اعملو عن دكتور متخصص في التركيبات السبتة لان في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده ادي عندي هنا سنة اتخلعت هنبدأ نحضر الاسنان ونعمل كبري هو بما ان ان هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الاسنان اصلا دي كده الزراعة كده هو كده يعني استبتل حط على طول حط حط زراعة هنا الزراعة احنا حطينا الزرعة ملمسناش السنتين اللي جنب الايه الجزء اللي اتخلع فبقى الجزء ده اين بزيته حافظ على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد وفي نفس الوقت مدرش وملمس السنان التانية بالاضافة ان انت هتنظفه بنفس الطريقة اللي بتنظف بها سنة عداية هنا بقى احنا هنعمل تركيبة سبتة فبنحضر السنان فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فهيحضر لي غلط ادي واحد لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبة السبتة ممكن يبدأ يحصل عندي التهابات بقى في الاسنان حتى في حالة الصح ماهونا دلوقتي انا مقدرتش احافظ ماهو السنة اللي ربنا خلقه لي كانت صح هي السنة اللي ربنا خلقه دي كانت غلق مكت سنة طبعا بص بدأ يحصل عندنا التهابات هنبدأ نخسر السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا بقت المشكلة اعظم يعني انا جاي بعوض سنة سنة واحدة رحت مباوس سنتين كمان هنفضل بقى ناخد السيكونس دا وزي ما بنقول كده حاجة اسمها الاسنان هتكر خلعت سنة بعد كده بقوا تلاتة بعد كده التلاتة عايز عوضهم برضو بتركيبة سبتة بقى ااخد خمسة فهركب على او سبعة مثلا بعدش بقى عندي نصف ارش خسرته بعد شوية هخسر الارش كله لو ماشي في السيكونس دا طبعا بالاضافة ان انت زي ما انت شايف كل شوية العدم عندنا بنخسره يعني العدم في الاماكن اللي مخلوعة عمالين نخسرها فعلشان كده انا معا ان انا لو عندي سنة اتخلعت او هتتخلع انا رأيي ان انا ازرع مكانها ليه هاخد بقى كل فوائد الزراعة الحفاظ على الاسنان المجورة الحفاظ على شكل العدم اللي موجود بكسبته لما بدانا برضو من فترة طويلة قوي نقول ان الزراعة ممكن تتعامل في عشر دقائق الناس فيهم تعالض طبعا انه اعتبروا ان كل زراعة هتعامل في عشر دقائق اه دي معلومة طبعا ده انا اصلا فيه كمان ناس يعني فيه زوملة طبعا انا بقى الزوم جدا الاول احنا اول ما قولنا الزراعة في عشر دقائق اول حاجة هاتهاجمنا جدا اه طبعا لأنه قال لك يعني ايه في عشر دقائق انا ناس كلمات عليك اتحجلنا حجوم غير عادي بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعة يقول لك الزراعة في عشر بقت عشر دقائق دي رقم ثابت الزراعة في عشر دقائق بقت ترند للدرجة انه في زميل لينا طبعا بقى عزه جدا عمل فيديو قال لك ايه قال لك ولازم تعمل الزراعة وبيتريق طبعا قال ولازم تعمل الزراعة في عشر دقائق ولو زادت على عشر دقائق سيب العين ويمشي طبعا هو عنده حق يقول كده لأن الناس ما بتفهمش يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في عشر دقائق قلنا قلت بعديها على طول يا جماعة وانا بقول الزراعة في عشر دقائق هتجي حالة تقول لي انا انا جيت لك الايادة وزرعت في ساعة فقول لها ايوا يا فندم حقيقة جيت زرعت في ساعة لان احنا كنا محتاجين نزرع عضم او العضم غير مؤهل فكنا بنقاهله فعملية الزراعة في عشر دقائق على فكرة اي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة متى اخدش اكتر من عشر دقائق لو العضم مؤهل وانا جايب فيديو لايف يعني الفيديو ده متسجل لايف الحالة اتحط ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى الخطة العلاجية عملنا اشاعة سورسية العبعاد وتعامل على اشاعة سورسية العبعاد السيرجيكال جايد السيرجيكال جايد ده مهميته ايه ان دلوقت الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط بص عادي الدريل الدريل بيخش الاول هنشيل جزء اللي احنا نخش في مكانه اه طبعا لان احنا قريبين اوي من البق وعلى فكرة انا عايز اقولك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف اه طبعا بس انا بنزله ليه عشان انا دكتور عشان انا مش راجل بي بيع انا راجل طبي فنازم الناس تعرف الزراعة بتتعمل ازاي مش اقوله السحنة هتخش في مش عارف ايه وما تخافش هي العملية غير مؤلمة بالمرة بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عملية علاج عصب يعني عملية علاج العصب بتخلص في ساعة صح؟ اه طويل ده بعد التكنولوجيا الحديثة عشان اعمل درس اربع كنال هياخد مني ساعة هياخد من دكتوري علاج العصب افردج ساعة العملية ما بتاخدش عشر ده عايز اقولك اني تاخدت تقريبا سبعة دايق لان ده الوقت الطبيع على فكرة ومش اختراع دكتور نور الدين مصطفى ما اختراعش عملية الزراعة ده عملية موجودة في العالم كله كل دكاترة الزراعة بتعمل كده دكاترة الزراعة المتخصصة بتعمل كده ومش حاجة حصري عندنا ده ايه دكتور متخصص في مصر في الزراعة هي عملية الزراعة لو العظم مؤهل مش هتاخد اكتر من عشر دايق ايه نوع عبارة عن دريلات زي ما انت شايف بتخش بتحضر العظم وبعد كده الدكتور بيركب الزراعة بيدخل الجزء بتاع الزراعة لكن قد تحتاج الحالة لا اكتر من كده لا مش توقيت بس في الزراعة في ان انا استنى لما يحصل يعني ما يحصل بالزبط تعظم عشان اعمل لا وغير كده انا دي حالة العظم مؤهل ان انا حط الزراعة يعني كمية العظم كفاية طب لو حد تاني العظم بتاعه مش مظبوط او العظم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب هتاخد وقت اطول اه فما فيش حكا اسمها هي الزرع عشر دقايق اهو مش ترند اهو هو الزرع العادية بتاخد افريدش من خمس لعشر دقايق لان ده السيكونس بتاعها دي العادية في وجود كمية عظم كافية طول وعرض وارتفاع وحالة العظم مؤهلة اعمله في عشر دقايق واقل ان شاء الله اه انما مش الحالة هتيجي لازم كل لا في حالات في حالات بنعملها عملية رفع يجيب ام فيه لان ما فيش عظم اصلا ده ده هيحط عظم ويستنى ست شهور عشان العظم يحصل له تعظم العظم نفسه وبعد ست شهور هيجي يزرع وبعد ما يزرع هيستنى ثلاث شهور علشان يركب فبنتكلم في عملية مستغرقة تسعة شهور لأ دي وفي حالات تانية فيها قيمة يتلوت بقى احنا قلنا ان في الاول ان انا بخلع واستنى او اخلع واهل العظم او اخلع وازرع واستنى مما الزرعة تمسك او اخلع وازرع واركب وده اللي حصل في الحالة دي على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحتة دي ايه الفرق بين الزرعة واللود اللود بقى الجزء الخارجي ايوه لانا هاكل عليه اشرح لهم حاولك بقى مش احنا جبنا اول حاجة الصورة بتاعة الزرعة خالص حطينا الجدر التايتانيوم اه لأول حتة اللي هي التايتانيوم دي اللي بحطها جوه الجدر تمام المفروض ان الزرعة دي بتاخد تلات شهور علشان العظم يمسك فيها تمام دي في الحالات العادية طيب في حالات تانية لما بنجي نعمل الزرعة احنا شايفين ان كمية العظم كويسة جدا ولو ربطنا الزرعة عند ربط احنا لما بنربط بنربط بحاسماها رنش كلها حاجة ميكانيكية يعني الرنش ده لو ربطنا عند نيوتن معين فبالتالي بقيت الزرعة مسكة كويس جدا في العظم انا ينفع اعمل عليها حيسمها اميديا تلود اميديا تلود احنا ركبنا الزرعة ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت الكراون السابت السابت القرار ده قرار مين قرار الدكتور المتخصص في الزرعة بس اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعة دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحالة تاكل عليها وما حصلاش مشكلة في حالات تانية احنا وحنا بنربط الزرعة عارفين انه ما ينفعش ليه لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعة وبين الايه وبين العظم فبالتالي كل ما تيجي الزرعة تمسك في العظم هتتفكر لانك عمل تاكل عليها وتحركها عشان كده قلنا فيه شرط مهمة جدا هو قوة ربط الزرعة في العظم لو سلنا لها الرقم الرقم المحدد ده لو سلنا له اقدر اركب عليه وعمل حالة اسمها اميديا تلوت غير كده ما ينفعش انت تقول لي ينفعش الحالة تيجي تقول انا اكيد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلاص خلاص الحالة لكن لو قالك ازرع واستنى ثلاث شهور هو عايز يشوفك تاني ليه هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت هو بيبزي المجهود ووقت اطول ليه عشان مصلحتك انت فالحالة ما تقررش الخطة العلاجية تيجي تقول ليه انا عايز ازرع الدكتور هيعمل الاشاعة يعمل الانفستيجيجنز بتاعته ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب ده كل دي قرارات الدكتور المتخصص في الزراعات بس اتنين دخلوا واحد زرع قعد ثلاث شهور لغاية لما حط اللود تمام او لغاية لما حط مش لبيت فوق الزرع اللي هاكل علي اللي هاكل علي اللي هاكل علي خلاص بير من انت ده واحد تاني في نفس سنه اتعمله لأ درسنا العظم زي ما انت قلت لانا العظم كويس عملنا له تحميل مباشر في ساعدة تمام لاثنين الزرعه بالنسبة له جامدة كويسة هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديوريه الديوريبيلتي بتاعتها هتقعد اشكرك على السؤال ده ده السؤال مهم جدا في الكتاب نسبة نجاح الزرع الديليد 95% الديليد اللي ها متقلر اللي ها بتزرع وتستنى التلات شهور نسبة نجاح الزرع الاميديا تلوت 90% الاميديا تلوت اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني ما بقاش فيه كلام اكيد اللي هستنى عليها تلات شهور حتى لو رابط فيها جامد هيبقى الديوريبيلتي بتاعتها ولو بفرق بسيط اكتر اه اكتر من الاميديا تلوت احنا الاميديا تلوت بنعمله في حالات معينة وبنبقى شبه واصخين انها ان شاء الله هتنجح لكن لازم نتكلم كلامي العلم اكيد الديليي اه يعني الديوريبيلتي او الساكسي سريد بتاعها اكبر من الاميديا تلوت ده 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 ديفينت ده سؤال ديفينت عشان ما نقولش بقى ايه ان احنا بنروّج ولا بنقول لا الاميديا تلوت ده الاميديا تلوت بنعملها في ظروف معينة والناس معينة طيب السؤال الجيدة السؤال مهم واحنا بنشوف حالات برضو بنوقف عند النقاط دي نقاط نقاط انه زرعة الفشلة هي خطأ من غير متخصص اختيار خطأ للزرعة ممكن العين نفسه كمان اخطأ فحاجة معينة طبعا طبعا مثل الحالة دي الحالة دي شكلها سنان بنا ادم عنده سنانه صح مش شكلها بنا ادم عنده سنان عادي ولا اه طبعا طبعا هات بقى الكيس دي اصلا جاي عاملة ازاي تتابل فيها كده يا خبرا بيت كيس ده راجل هي كان حادثة لا راجل دي كان عنده حوالي 40 سنة اه واهمل في سنان والغاية ما تخلعك انتوا شايف شايف اصلا شكل سنانه فوق مفيه سنان شايف شكله عجوز ازاي اه يعني شايف الفرق بين الصورتين عشان شفت الصورة التانية فسنه صغير هو فعلا سنه صغير انت فاكي اتخذ بالك الفرق بين الاتنين اه ان هو عمل زراع وركب اسنان اول حاجة اللي انا عايز اقوله ان الزراع يا جماعة في الاخر انت بتاخد اسنان شكلها طبيعي جدا اه يعني هنا انت لو شفت الصورة دي لوحدها ده راجل بين ادم طبيعي جدا زرعين قرش كله ده فل قرش ما هو ما عنده سنان خالص فوق اللي حتي فيه الال ان فور اول ان فور و اول ان 6 فيه دلوقتي طبعا فيه الال ان فور و اول ان 6 بس احنا بنعمل اول ان فور limited يعني ايه limited لحالات معينة لان بنبقى حريسين جدا في اختار الحالة الال ان فور الال ان فور لو لقدر الله انت خسرت سنة من الال ان فور بقيت اول ان ثري وغالبا هيحصلها مشكلة فلازم تكون دقيق جدا وتحت شروط قصية عشان الدكتور يقرر نعمل اول ان فور بس عجبني ان ان انت يا أولاد اللي سيدي عملتها فيا أنا اللي بعمل الحركات دي في الناس بس عجبتني أول ما شفت دي فيها إيه عشان يتعامل أتري دي بعد ما عايزين نوري الناس إن الناس بتخلص الزراعة وفي الآخر بيبقى شكلها طبيعي ساب نفسه يدمر السنان في سنة 40 سنة ما هو فيه ناس كتير وشايف شكله هو عند 40 سنة شكله عامل زي أنا عايز أجيب الفيديو بتاع التغيير زي شكل الواحدة بيتغير بسبب إن هي خلع أسنانها يعني يعني بس الفرق ما بين حد بسنين وبدأ يخلع أسنانه إيه التغيير اللي بيحصل ده تغيير المعلومة دي بتهم الستات قوي إحنا نتعامل سيرفي للوطن العربي الستات بتلجأ لشد الوجه أكتر في سن أقل من الناس برنا تعرف بره بدأوا يعملوا عملات شد الوجه دي لما اختروا طيب الناس عندها 60 سنة و70 سنة هنا في الوطن العربي بيكونها عندها 35 و40 سنة ويبدأ يحصل لها ترهل لشكل الوجه بتاع حالي دي معلومة مهمة قوي في الفرق ما بين الزراعة وما بين التركيبات عامة اللي بيخلع أسنان وبيحصل عملية فسيولوجيا اسمها بون ريزوربش وبيحصل تآكل للعظم بتاعي طيب أنا وشي ده الجلد ده مشدود على إيه؟ على الفكين على الهيكل طيب لو الهيكل ده بدأ يضمر ويقل إيه اللي يحصل للجلد ده؟ يبدأ يحصل له ترهل علشان كده المقولة دايما اللي بنقولها إن الفرق بين يعني بين حد شكله شباب في الوش وبين حد شكله معجز هو أسنان مش سنين يعني هنشوف الفيديو كده شايف التغيير؟ شايفه الشهة؟ كل ده كل ده بسبب إنها خلعت وما زرعتش الزرع هو الحاجة الوحيدة ما أنا لما بحط الزرع جوه العظم إيه اللي بيحصل؟ بيحافظ على العظم فبالتالي العظم محصول شكله الفرق بين الصورتين دول مش سنين أسنان أسنان وجود أسنان أنا كثير جدا من بنات أبو الصلاة جاية لي ستات يعني جابت أعرفها معرفة وبتاعت ولي أنا هايزة أحقن فيلغت أقول لي أعمل إيه مواصلت الشديدة 90% منهم مش محتاجين فيلغت 90% منهم بسألهم السؤال كلاسيكي باستقرمون جدا أخمار السنانيك إيه؟ ولي لقد ناسناني بايزة فينهم مفيش وخلع هنا وعمل تركيبة هنا وعنده أنا بعد السنان هروح له هروح له للسنان قبل الفلال وليه لا وليه لا وروح له للسنان الأول وبعدين نشوف بعد كده هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج ما بيحتاجوش غالباً ما بيحتاجوش لعيسا بمعك بقى السؤال اللي هني عفيفي تعال نشوف بقى بعض مع الانتشار الواسع لوسائل للطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أكتر من 85% من البالغين مقتنعين أن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطب المناسب خصوصاً أنه علم وطب مرتبط أيضاً بفن وحس وزوء الطبيب ومتانة وفعالية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأ له في تجميل الأسنان هغير السؤال حيات تبسيطة في الزراعة الأسنان وفي أي فرع أه في فرع طب الأسناني يختلف عن كتير يعني هو مشابه للجراحات هو الجراحة طبعاً لأنه المسألة هنا لو أخطأ المكان في التعامل مع مشكلة السنان هيعمل ديزاستر هيعمل كارسة طبعاً يعني يمكن مثلاً لو حد راح يعمل تخصيص عند حد وغلط خلعاً ما خدسش مجزة ما هيحصل خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكوباش بس صعب أن حد يضر حد بدواء لكن وممكن ممكن لكن في الأسنان لا فعلاً مشوف مشكلة كبيرة طبعاً هم نقطة دي مهمين جداً أسأل عليهم الفريق المتخصص اللي هيشتغال لي متخصص ولا لا؟ يعني أنا دايماً بقول للناس اسألوا على شهادات الناس إيه المشكلة؟ أنت مش رايح تتعالج وإنت خايف على نفسك اسأل في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل إيه الموضوع بسيط جداً شاناً أتأكد أن الفريق الطبي اللي بيشتغلي فريق متخصص تاني حاجة بعد إذنك اسأل الدك وري قلهم وروني شغلكم أنا عايز أشوف الشغل بتاعكم ويتأكد أن الشغل ده مش من عن نت يعني تأكد أن الشغل ده معمول في العيادة أه لأ ما هو فيه ما هو فيه ناس بتجيب شغل ناس من بره ويشيل العلامة المائية ويحط يتأكد أن الشغل ده موجود أصلاً في العيادة بتاعة الحياة يعني في المركز ده الشغل ده تعامل في العيادة أنت من حقك تتطمن على نفسك أنت قلت جملة جميلة قوي عجبتني زي ما قلت لك ساعة أنت عجبتني الجملة دي كلما كان الإنسان ميزاكر أكتر أو عارف أكتر كلما أنت حمل عليه وبيخاف بيخاف والله يحمل عليه يخوفه يعني أكتر الناس خوفاً هم أكتر الناس اللي ذكروا عشان كده دايماً أقول أنه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي لازم يبقى من خلال الطباء طبعاً حد يكون فاهم لأنه اللي محدش مذاكر أو مش فاهم أبعاد القصة يعني أنا لا أخفي عليك أنه أنا بدأت أعرف كتب الطب الأسنان يعني بدأت أجيب كتب الطب الأسنان وده مهم وذكرها عشان على قال لي لو حد قال لك معلومة غلط قصة أنت مسؤول على البرنامج بالضبط فلو حد قال لك أنت معلومة غلط وأنت مش عارف فأنت ممكن معلومة دي تتروك لكن أنت دورك أنت القائم على البرنامج فبالتالي لازم تكون عند كل معلومة على الأقل الصحيح بحيث أن محدش يقول معلومة مش مظبوطة وده بنشوفه بقى كتير لما واحد يطلع مع حد مش أصلا دكتور ممكن أقول له بقى أنا اخترعت مش عارف إيه وأنا جبت إيه وأنا عندي يعني الحاجات اللي بنسمعها الجديدة في العالة قال في ناس بتخترع في الطب دلوقتي في كوميديا فالقائد مش فاهم طول ما القائد مش فاهم أقول بقى أنت ممكن أطلع بكرة وأنا دكتور جلدية واخترعت حاجة جديدة خارج ما محدش عارف أنا مين ولا إيه الموضوع وهتلاقي اللي قاعدة بدوبك بيسقف جدا معقولة عملت كده معقولة أنت قدرت بعمل كده مش معقول بغير معرف أقسم بالله ما هو مش فاهم حاجة ما هو مش دكتورة وما عندوش المعايير الطبية هو لا لازم بقول لك أنت أسعدتني وأنا تشربت بيه لا أسعدتني هو عموما نحنا خلصت دورتني تشربت بيه أنا بسعد دائما بالقاء مع ضيف العزيز دكتور نوردين مصطفى الصديق والزميل العزيز كان مبدعا كالعادة وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله خليكوا دائما مع دكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر